وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي واليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت أن الدعاء عبادة وكل عبادة لها شروط وذكرنا كلام ابن القيم المهم عن تأسيم معنى مهم في الدعاء هو أن أحيانا يكون المشكلة مش في الدعاء نفسه المشكلة في الداعي الشخص نفسه فاحنا قلنا أن في أسباب للإجابة منها أن الإنسان يكون يقين وعالي بالله سبحانه وتعالى في حال الدعاء وأن الإنسان هو بيدعي لو شاكك في ربنا سبحانه وتعالى لو شاكك في قدرة ربنا سبحانه وتعالى إن ده من أسباب عدم الإجابة فقلنا طيب علشان يكون الكلام واقعي إزاي أزود ثقة في حال الدعاء يعني وأنا بدعي إزاي يقيني بالله يكون عالي إزاي ثقة تكون عالية أول حاجة قلنا إن الإنسان علشان يكون واثق في الله سبحانه وتعالى لازم يفتكر المعنى المعنى الأول هو إن ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء لما زكريا عليه السلام قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبار عتية قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيء يعني سيدنا زكريا لما يسأل ربنا سبحانه وتعالى يقول له رب أن يا رب أنا مش عارف الأسباب هتتغير هو عايز يعرف يقولك ليس الخبر كالمعينة سيدنا زكريا عليه السلام لما كان مع مريم عليه السلام وهي في المحراب كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فلما شاف عطاء ربنا سبحانه وتعالى لمريم أن يدخل عليها فيلاء وهي في المحراب وجد عندها رزق فقال تعالى هناك دعا زكريا ربه في اللحظة اللي شاف فيها ده يقين عيني بالله سبحانه وتعالى فقال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فأحيانا الإنسان لما يكون يقين عالي كلما كان يقينك عالي في الله سبحانه وتعالى في ساعة الدعاء كلما يكون الإجابة أعظم وأقرب للإنسان فلذلك من أسباب من أسباب زيادة اليقين أن أنت تعرف أن كل شيء ربنا سبحانه وتعالى قادر عليه الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء فقال الله سبحانه وتعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون تخيل أي حاجة نفسك فيه نفسك أن أنت مثلا تتجوز نفسك في عربية نفسك في شهر نفسك في رزق ربنا يفتح ليك باب رزق حلال أي أمر من أمور الدنيا الله سبحانه وتعالى قادر الإنسان بس يكون واثق في الله سبحانه وتعالى الإنسان هو بيدعي على قدر يقينك وظنك بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي به وأنا معه إذا دعاني فلو أنت تظن وإنت بتدعي إن ربنا سبحانه وتعالى قدير وأن ربنا سبحانه وتعالى لا يخي بالدعاء وأن ربنا سبحانه وتعالى يقبل منك هذا الدعاء وأن ربنا سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين كلما يكون ظنك بالله حسن كلما ربنا سبحانه وتعالى يعطيك فوق ما تسأل كمان ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علشان يؤكد لنا هذا المعنى إن الإنسان هو بيدعي يكون واثق في الله قال إن الله تبارك وتعالى حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائفتين الله سبحانه وتعالى أكرم من إن الإنسان يدعي ويسأل ويكتهل ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى ويرفع يديه وأن ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل الدعاء ويرد هذا الدعاء فمدام ما فيش موانع زي ما احنا اتفقنا وإن شاء الله نتكلم بالتفصيل عن موانع الإجابة مدام ما فيش موانع الله سبحانه وتعالى يقبل فخلي ظلك بالله حسن إنه وانا بادع كن واثق فده من أسباب وقال الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون طيب ده إحنا قلنا ده المعنى الأول يعني إن انت تثق إن ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير معنى الثاني إن انت تثق إن ربنا سبحانه وتعالى كريم يعني ممكن إنسان في الدنيا ولله المثل الأعلى يكون قادر ولكن هو بخيل فأنت عارف إنه ما مشايد ديك يعني انت عايز تطلب منه وعطاء وعارف علشان هو عنده مانع من البخ فمشايد ديك ولكن ربنا سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين الله سبحانه وتعالى الغني قال الله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنا وما ننزله إلا بقدر معنو يعني ما فيش أي شيء تتصوره من أمور الدنيا والآخرة إلا خزائن هذا الشيء عند الله سبحانه وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنفق أنفق عليك يعني انت تنفق في الدنيا تعطي من المال في الصدقات وفي الزكاء وتعطي من وقتك ومن مجهودك ومن علمك أنفق أنفق عليك يعني كلما انت تنفق كل ما ربنا يوسع عليك وينفق عليك قال تعالى وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ سبحانه وتعالى ثم قال صلى الله عليه وسلم يد الله ملآ لا تغيضها نفق يعني الله سبحانه وتعالى يده مليئ بالخير والعطاء لا تغيضها نفق يعني كلما أنفق سبحانه وتعالى هذه النفقة لا تنقص مما عند الله سبحانه وتعالى لا تغيضها نفق سحاء الليلة والنهار كرم والنفق الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين قال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض شوف كده ربنا سبحانه وتعالى من بداية الخلق من خلق آدم عليه السلام حتى قيام الساعة رأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض شوف كم الرزق ربنا سبحانه وتعالى يسوق الرزق الحيتان في البحر والأسماك والحيوانات المفترسة والحيوان الضعيف جدا والدودة والعصفور الصغير شوف ربنا سبحانه وتعالى يسوق الرزق لهؤلاء رأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض قال فإنه لم يغد ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفضه ويرفع من ذلك قال الله عز وجل الحديث يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عند إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يعني لو كل البشر يا عبادي الله سبحانه وتعالى يريد أن نتعلم المعنى هذا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد لو كل الخلق من بداية سيدنا آدم حتى قيام الساعة الإنس والجن قاموا في صعيد واحد في مكان واحد في نفس الوقت كل واحد يرفع إيده ويسأل فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة كل واحد بيطلب طلب يعني أنت تتخيل كده وإنت مثلا في الكعبة في الحرم وتبص بس على الناس كده وغية بتطوف من فوق كل واحد بيدعي بطلب مختلف بلهجة مختلفة بلغة مختلفة بطريقة مختلفة واحد بيسأل مغفرة واحد بيسأل الرحمة واحد بيسأل عفو بيسأل أن ربنا يدخل الجنة وينجيه من النار واحد بيسأل الرزق واحد بيسأل أن ربنا يهدي ابنه واحد بيسأل ولد الصالح كل واحد بيسأل تخيل كل الناس اللي تسأل في نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى قادر أنه يعطي كل إنسان اللي هو طلبه يعني فلان طلب كذا وفلان طلب كذا وفلان طلب كذا الأمان الإنسان بيتمناها كل الطلبات اللي أنت تطلطها ربنا سبحانه وتعالى يرزق كل هؤلاء في نفس الوقت تخيل ده لو أنت شايف عدد أنه ألف واحد مئة ألف واحد بيدعو تخيل ده مش مئة ألف ده مليارات يعني من بداية سيدنا آدم حتى قيام الساعة لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألك ما نقص ذلك مما عندي شوف إيه إيه إفتكر الكلمة دي ما نقص ذلك مما عندي يعني أنت لما تسأل إن ربنا يرزقك مثلا رزق طيب في الدنيا إن ربنا يوسع عليك إن ربنا يرزقك زوجة صالحة أو ولد صالح أو إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك العافية أو إن ربنا يكشف عنك مرض ده ينقص ملك ربنا حاجة يعني أي طلب تتمناه أي طلب تتخيله لا ينقص ملك الله شيء ده في خزائن الله سبحانه وتعالى ولا حاجة قال ما نقص ذلك من ملك إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يعني أنت جبت إبرة وحطتها في البحر مش تاخد منه حاجة يعني جبت إبرة وحطتها في المحيط وشلتها المحيط هينقص منه حاجة هو الحاجة فلذلك المعنى ده لما يستقر في نفس الإنسان إن ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وإن ربنا سبحانه وتعالى كريم فالعجز والبخل في حق الله ده ده من الأمور المستحيلة فهو أنت بتدعي اليقين يزيد ولما اليقين يزيد في حال الدعاء الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يقبل الدعاء طيب يبقى احنا كده قلنا إن فيه شروط شروط لإجابة الدعاء الشرط الأول هو الإخلاص والشرط الثاني هو المتابعة والشرط الثالث هو الثقة بالله سبحانه وتعالى الشرط الرابع هو إن الإنسان هو بيدعي يكون مركز يكون قلبه خاشع يعني ممكن محمد بيدعي هو سرحان هو غافض وده بيحصل لنا كتير يعني ممكن تبقى أنت مثلا واقف بتصلي في رمضان والإمام مثلا بيدعي وإنت رافع إيدك وقاعد تقول أمين وإنت مش اخد بالك وبيقول إيه أصلا يعني لو الإمام أحيانا لو الإمام دع على الناس اللي بتصلي الناس كلها تأمن وهمش واخد بالها الناس مش مركزة فهو بيدعي بيدعي وهو غافل هو قلبه مش مركز عارف أنت واقف بتتكلم مع إنسان مثلا وسرحان يعني أنت قاعد مسك الموبايل بتقلف فيه وإنت إيه بتكلمه وسرحان مش مركز معاك فهو الشخص ده يقولك ركز معايا يعني وإنت بتكلمني صح صح كده وأقبل علي فولله المثل الأعلى تخيل إنت رافع إيدك وقاعد بتدعي وإنت مش مركز إنت بتطلب إيه فالتركيز في ساعة الدعاء اللي هو الخشوع النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ده من أسباب الإجابة قال أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة وعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله يعني واحد قلبه في حال الدعاء في وقت الدعاء غافل أو هو أصلا غافل عن ربنا سبحانه وتعالى ده حاله في الدنيا هو غافل غافل عن ربنا غافل عن العبادة غافل عن آخر قلبه في له فالحالة دي مش حالة الافتقار مش حالة إن واحد بيتدرع عارف لو إنت بتغرق لو إنت في البحر وتغرق وشايف واحد وإنت بتنادي عليه وبتستغيث به هيبقى كل قلبك مجموعة للطلب ده مش هتبقى وإنت بتدعي بتفكر في حاجة تانية وسرحان وإنت بتنادي عليه معلش الحقني وإنت دماغك سرحانة في حتة خالص إنت هيبقى كل تركيزك وكل قلبك مجتمع على حاجة واحدة بس إن أنت تقول له يا فلان أغسني الحقني شدني علشان أنا هغرأ الحالة دي لما بتكون موجودة في قلب الإنسان هو بيدعي دي من أسباب الإجابة لكن لو أنا قلبي سرحان وتايه ومفمركز دي من أسباب عدم الإجابة اعلموا أن الله لا يستديب دعاء من قلب غافل الله ولذلك قال الله عز وجل في شأن زكريا ويمدح زكريا عليه السلام قال وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فرده وأنت خير الوارثي قال تعالى فاستجبنا له ووهبنا له يحي وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات خد بالك التعليق اللي بعد الآية ده ده كأن ربنا سبحانه وتعالى يشير إلى أسباب الإجابة أنت خد بالك يعني إذا كان ربنا سبحانه وتعالى استجاب دعاء زكريا عليه السلام واللي هنتكلم عنه إن شاء الله بتفصيل لكن اعرف إن في أسباب كان سيدنا زكريا بيعملها إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ده هو في وقت الرخاء في وقت اللي هو الأمن كان سيدنا زكريا بيسارع في العمل الصالح إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فالخشوع كان سبب في استجابة الدعاء الخشوع في حال الدعاء كان سبب في استجابة الدعاء ولذلك قال الله عز وجل واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغفل طيب نحن قلنا كده الإخلاص والمتابعة والثقة بالله سبحانه وتعالى والخشوع في وقت الدعاء يعني عدم الغفلة السبب الخامس هو إن الإنسان هو بيضعي يعزن في المسألة يعني تقولش إيه يا رب اغفر لي إنشئت يا رب رزقني إنشئت يا رب ارحمني إنشئت إنشئت دي ممكن تقولها لبني آدم يعني مثلا تقوله إيه معلش تعالى إيه وصلني وصلني إنشئت يعني تعالى لو إنت إيه حابب وصلني وصلني إنشئت ليه لأن الشخص ده ممكن يكون مظنة الإكراه إن هو يكره فأنت بتقوله إنشئت علشان إيه علشان كأنك بتقوله إن خد بالك فيه إيه فيه مساحة يعني ممكن توافق وممكن ما توافقش فلا مش بكر يعني لا أكرهك على هذا الأمر إنشئت لكن في حق الله سبحانه وتعالى اللهم سبحانه وتعالى لا مستكرها له لا مكرها له فأنت بتدعي ما فيش داعي أنت تقول إيه إنشئت ولكن وأنت بتدعي السنة أنت تعزم في المسألة تقول يا رب اغفر لي يا رب ارحمني ما تقولش اللهم ارحمني إنشئت الدعاء كأن الإنسان شاكك في الإجابة يعني هو أنت بتدعي أنت أصلا بتقول كلام فيه نوع من إيه من الشك فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة يعني هو أنت بتدعي يبقى عندك يقين وعزم في المسألة قال ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكرها له وقال في رواية لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكرها له فاحنا قلنا في الحلقة دي خمس شروط من شروط الإجابة الشرط الأول في الدعاء هو الإخلاص والشرط الثاني هو المتابعة والشرط الثالث هو الثقة في الله سبحانه وتعالى والشرط الرابع هو إن الإنسان يكون في حال الدعاء عنده خشوع وقلبه حاضر في وقت الدعاء الشرط الخامس هو يعزم في المسألة ما يقولش يا رب اغفر لي إن شئت نسأ الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر